يعني كتير قوي خاطف فعال نادي الاهلي اتعرض ليه الانتقادات النهاردة خاطف فعال نادي الاهلي كان قدم مباراة جيدة وعايز ابدأ بخاطف فعال نادي الاهلي من عند محمد هاني محمد هاني النهاردة عمل مباراة جيدة محمد هاني النهاردة بشوف هو الراجل اللي وقف وصش الطفان مازمبي مازمبي النهاردة عشان نبدأ بس الكلام ليه طفان مازمبي لان مازمبي النهاردة من بين هجماته فيه 48% من الهجمات جات من ناحية الشمال وبدأت من ناحية شمال وبيحاولوا يخترقوا دائما من ناحية شمال بتاعتهم اللي هي ناحية محمد هاني محمد هاني وقف وش ده كله لما نجي نبص الأرقام محمد هاني ومحمد هاني في تقييم المباراة هو تاني أعلى لعافة تقييم بعد رامي ربيعة لما نجي نبص الأرقام محمد هاني اللي معنا تمريرته 18 من 25 تمريرة صحيحة الصراعات دخلت 7 صراعات فاز بـ 4 منهم قطع الكرة 5 مرات وتشتيته كرة 7 مرات وتلم مرة واحدة بس أو تم مراته مرة واحدة بس صوت فريق كل تركيزه أنه بيحاول يخترق من ناحية محمد هاني محمد هاني النهاردة بشوف تحديدا الشوت التاني واجه اختبار صعب جدا بعد نزول بيرسي تاو بيرسي تاو دفاعيا مهمل شوية دفاعيا كسول شوية دفاعيا فيه أكتر من كرة كرة من تشوف محمد هاني أنه بيدخل عليه 2 على 1 وأوقات 3 على 1 محمد هاني كان قادر يقف بزكاء وبيتعامل بزكاء جدا في الحالات دي فبشوف محمد هاني النهاردة بالنسبة لي هو نجم المباراة الأول بدل اتجاه على طريقة لعب مازين بين هما بيحاول يخترقوا من ناحية دي فأن أنت تقدر تحجمهم بالشكل ده وإنت لوحدك لمدة شوت كامل لوحدك ما فيش جناح بيساعدك فأنا النهاردة شابول محمد هاني بشكل كبير جدا بشوفه بيتعرض لانتقادات مبالغ فيها أكتر من اللازم تحديدا في الناحية الدفاعية أنا عندي ملحوظات على محمد هاني هجوميا تحديدا أنه ما بيرفعش عينه قبل العرضيات والعرضيات مش دقيقة لكن دفاعيا وتحسن كتير جدا جدا في الناحية الدفاعية وفي ملاعب صعبة ومنفسين صعبين جدا